اشتركوا في القناة جزء الرئيسي إنما 20% اللي هيروحوا المستشفيات فيه بروتوكولات بتتغير كل يوم يعني لو أنا قلت لك بروتوكول النهاردة يمكن بكرة البروتوكول ده يتغير ليه لأن الأبحاث الشغالة فكلنا عرفنا عن الكلوروكين هل تقدر تاخد الكلوروكين ده مثلا في البيت لوحدك الإجابة لا ما ينفعش ده كورس معين مش هتاخده غير لما هتدخل بعد الشر يعني عننا جميعا وعنك لما هتدخل مستشفى عنده إذن طاقم المستشفى هو اللي هيحدد حسب البروتوكولات الموجودة ساعتها فيه أدوية مضادة للفيروسات مش كل نوع يعني مش مسأل تامي فلو لا مش هو بينجح في الأنفلوانز لكن نسبة نجاحه في الكورونا لا محدودة فيه أنواع تانية تمام هل دي موجودة ولا لا مش هتعرف تنزل تشتريه مش هتاخدها بعد الشر بعد الشر غير العشرين في المية اللي هيتحجزه في المستشفيات فإذا انت جزء التمانين في المية في إيدك اللي هو العلاجات وشرب السوائل والمسكنات ومخفضات الحرارة وعشرين في المية ما لكش دعوة بيهم دول هيتم التعامل معاهم في المستشفيات بالبروتوكولات اللي هتكون يومها لأن زي ما اتفقنا كل يوم بينزل جديد في العلاج ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة